من منطلق حرصها على الارتقاء بالشباب ومنحهم كافة الخبرات اللازمة للغلوج إلى سوق العمل أطلقت مدينة الشباب 20-30 في نسختها السابعة برامج متنوعة هذه البرامج تمنح المشاركين فيها شهادة احترافية تكون بوابتهم للدخول إلى سوق العمل التفاصيل في التقرير التالي برامج متنوعة في تخصصات مختلفة تتماشى مع احتياجات سوق العمل استحدثتها مدينة الشباب 20-30 لتهيأ الشباب البحريني ليكون الخيار الأول في سوق العمل فللمرة الأولى يتم طرح الشهادة الاحترافية بالتعاون مع تمكين الشريك الاستراتيجي للمدينة أضفنا الكثير بالتعاون مع الوزارة شهادات احترافية لبعض المهارات خصوصا في المجالات التقنية والحاسوب وبعض المجالات الأخرى اللي فعلا ضيف قيمة عالية في التنافسية اللي عندهم الشباب بتكون في المستقبل في دخولهم إلى سوق العمل احنا عندنا الكثير من الأجانب في البحريني اللي عندهم هذه الشهادات وهي شهادات عالمية فلذلك لأن الطالب أو الشاب البحريني يتكون عنده هذه الشهادات ممكن ينافس أي أحد في جميع أنحاء العالم فاحنا نطمح أن شبابنا يكونون قادرين أنهم بالإضافة إلى تعلم المهارات في هذه المدينة في الشهر شهر ونص وتكون عندهم هذه الشهادات الاحترافية اللي تمنحهم هذه الثقة بالنفس والاحترافية أنهم يوصلون إلى العالمية إن شاء الله هذه البرامج تم استحداثها وتطوير بعضها للوصول بالشباب إلى المستويات الاحترافية في العديد من المجالات جاءت لتكون الداعمة الأول لتخصصاتهم الجامعية بس إن شاء الله بيكون في حق الطلبة امتحان الامتحان ذي تبع الشركة اللي نستخدم منهم برنامج 3D شارع احترافية أو بالأحرى تسمونها ليسن الليسن ذي تكون أن الشركة نفسها معتمدة أن اللي نجحها في الامتحان رسامين معترفين فيهم يعني معترف فيهم الشركة نفسها تأثري معلوماتي في تخصصي في الجامعة بحكم قرب هالبرامج في تخصصي لهو الهندسة إضافة لذولك ممكن تساعدني في الفرس الوظيفية عقوب ماتخارات إن شاء الله البرنامج اللي نستخدمه وويد مطاور غير اللي في الجامعة يعني هو وويد أحداث عن اللي في الجامعة يعني صج نفسه بس هاي شي بنشوفه في الـ 3D بشيء انطالع في الصج يعني صج نصممه بس في النهاي بنطالع يعني بيكون موجود كشكل ثابت مدينة الشباب 2030 الاستثمار الأبرز لطاقات الشباب بما توفره من أفضل الظروف لرعايتهم وتمكينهم وحشد طاقاتهم ليتم توجيهها في الاتجاه السليم فهذه البرامج تسهم في تزويدهم بالمعارف اللازمة التي تنمي المهارات العملية ليكون الخيار الأول في سوق العمل خول اللي دي جارينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين